تحياتي وأحنا وسأله فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بعد ليلة مجنونة جديدة وتعودنا عليه هذا الموسم من ريال مدريد ما بيعرف ملعبه ولا مش ملعبه لازم يقولك تقدم شوف غلطني وبعدين فجأة بيستيقظه بيقولك آسف يعطيك العافية شفنا أدائك كويس في الشوط الأول سامحنا بالشوط الثاني واليوم سامحنا بالشوط الثاني كان في إلها سامحنا بلقب الدوري مباراة جديدة بتأكد حقيقتين الحقيقة الأولى لما لعبت ريال مدريدي يكونوا في مراكزهم وقفين صح عارفين كل واحد مكانه بيلعب في مكانه بخبرتهم بنسجامهم مع بعض وبحيوية بعض أفرادهم تقريبا من شبه الاستحالة تشوفه بيسقط بسهولة بل تقريبا من شبه الاستحالة تاخذ منه نقطة أما الحقيقة الثانية فسمحوني يا مدريديين فيها وهي أنشلوتي مصمم يغلط دايما ويصحح خطأه بنفس اللقاء قبل المباراة كنت مغرد وحاكي التعادل نتيجة طيب اليوم بس بعد الشوط الأول قلنا راح التعادل ما فيش تعادل بس بعد ما لعب الريال مريد ربع ساعة بس في الشوط الثاني أول شي خطر ببالي أنه الريال مش ضيع التعادل ضيع الفوز أصلا لأنه كان لازم يفوز بسهولة لو لعب صح من أول دقيقة وهذا اللي حصل فعليا بالنهاية الريال ما استسلم وواصل وأخذ الثلاث نقاط الحاسمة لللقب وهي ثلاث نقاط بتعطي أريحية لما يلعب مع ما سيتي ريح اللي بده إياه في الدوري وعادي عندي تسع نقاط ممكن أضيع نقطتين هون أو نقطتين هون مش هالمشكلة الكبيرة الأهم الآن مباراة مانشستر سيتي في الشوط الأول ريال مدريد عانى من حقيقة منعرفها جميعنا اعتماده في صناعة الهجمات على مودريد من جهة وعلى ثلائية بنزيمة جونيور مع بعض من جهة بنزيمة جونيور إشبيليا قدر يعزلهم عن بعض معظم أوقات اللقاء حتى في الشوط الثاني أثناء سقوطه قدر يعزلهم وفي الشوط الأول مودريد تم عزله قدم واحد من الأشواط اللي إحنا ما بنذكره قدم هيك شوط يعني تمريراته خطأ تمركزه في الحال دي في أي خطأ قراراته خطأ ربما الإرهاق سبب ولكن ربما سبب آخر إنه كل شي تغير حوله اللي خلفه مش كاسميرو زي هم متعود واللي عيمينو مش كاربخال واللي على الجنح الأيمن مش جنح أيمن كل شي تغير حوله وربما هذا خلى ياخد هذه القرارات لكن بظل هذا السوق اللي صار من مودريدش مع عزل بنزيمة جونيور ريال مدريد ظهر وكأنه ما عنده فكرة أخرى وهذا الشي شفنا مع تشيلسي أيضا للعلم يعني وخليني أحكيها بصراحة أنا عارف الآن الكل مبسوط وبالديانة نمدح بس حنمدح بعد شوي ما تخافوش بس بظلني أحكي في كثير مواقف بريال مدريد هذا الموسم اللي كان عم بينجح وكان عم بينتصر مش المنظومة بل الأفراد وهذا الشي حتى الآن شغال تمام وممكن يجيب الدورة وممكن يجيب دور الأبطال لكن مش ضروري يقدر ينجح معك الموسم اللي جاي فلازم يتعدل في الموسم اللي جاي في لقاء اليوم دخل الفارقين بنفس الفكرة الهيجومية تقريبا الفكرة الأولى لما يرتدوا دائما برتدوا عبر الأطراف في ريال مدريد عبر جونيور وفي الشوط الأول إشبيليا كان يرتد عبر كورونا ونقل الموضوع لما نزل أوكامبوس لجه الأوكامبوس على اليمين والفكرة الثانية الهيجومية لما يكونوا مستحوذين على الكرة بهدوا شوي بحاولوا يحركوا الكرة وبعدين بحاولوا يوزعوها على الأطراف بحثا عن موقف واحد لواحد في الشوط الأول إشبيليا كان المنتصر في مسألة الأطراف والواحد لواحد فيها لسببين شجاعت وحدت أطرافه لما يملكوا الكرة على الطرف الثمنطاعش وثانيا إنه كانت تجيهم مسامدة من نافاس وأكونة فكانوا يعملوا الزيادة عددية هذا كان سبب من أسباب تفوق إشبيليا هجومية في الشوط الأول اللي ريال مدريد رد عليهم بالشوط الثاني في شكل ممتاز صرنا نشوف كاربخار ربط مع جونيور وهذه الثنائية صنعت هدف صرنا نشوف رودريغو أشجع وبينطلق بالكرة على منطقة الجزاء من اللي كان يعملوا في البردي وهذا أجبر ضهير إشبيليا يظل وراء طوال الشوط الثاني وبيظل واحد من الأخطاء اللي اليوم ما فهمناها كويس إنه ليش أنشلوتي مع أنه مش هيك معروف عنه في مسيرته ما بيعمل هيك قرر يغير ثلاث أربع لعيب مع بعض يعني كروس رجعوا لوراء مع أنه ما كانوا معروفين من هو وودة كاربخال يسار وودة فاسكيس يمين وحطف الفيردي جنح عيما وفاسكيس أوكي بلعب ضهير بس مش ضهير فصار عندك أربع لعيب تقريبا ولا واحد فيهم مركزه المتعود عليه وكروس متعود لو بديلعب بالخلف بالمنطق لعب بهذه الجودة بهذه الميزات لازم اللي أمامه يكون لعب يحميدي فعيل زي فالفيردي وهذا الشي جعل الفريق مش مرتاح في الشوط الأول مش مترابط مش عارف يلعب الكرات المتعود عليها بدون ما يفكر ولما شدنا الأمور تحسنت شوية في الشوط الثاني شفنا الفارق الحقيقي برية المدريد وإشبيليا أيضا أعتقد أن شلوتي وصلته الفكرة أنه فكرة فالفيردي جناح أيمن هادي تنجح في مباريات خاصة جدا في مباريات أنت ما بدك تروح فيها على المرمى كثير في مباريات أنت خوفك من جناح خارق بيلعب على ظهيرك فبالتالي بدك واحد يظل يساند طوال اللقاء لهناك بدك واحد يظل مركز معاه الآن ما في هذا الجناح الخارق وما في هذا الظهير الخارق اليوم ففكرة فالفيردي بتصير فيها زي ما صار مع تشيلسي في لقاء الإياب بتصير ضدك مش معك فلأنه بنفس الوقت عدم وجود جناح زي رودريغو مثلا بيخلي إشبيليا قادر يضغط بسهولة بالعمق ويحط كثافته كلها بالعمق وهذا الشي بحاصر لعبة الوسط وهذا اللي صار مع مودريتش فعليا واللي صار مع كما فينجا في الشوت الأول كان يملكوا كرة بس خياراتهم قليلة جدا لأنه إشبيليا قادر يضغط نفسه بسهولة لأنه مؤمن على الجهة اليمين ما في حد بس مع دخول رودريغو شفنا الموضوع قديش فرق مش لأنه سجلوا صنع لأنه رقعة اللعبة توسعت لما توسعت رقعة اللعبة توسعوا لعبة إشبيليا وما توسعوا لعبة إشبيليا لعبة العمق اتنفسوا فأكيد 30 أو 35 دقيقة لعبهم مودريتش في الشوت الثاني أحسن بكثير من اللعبهم في الشوت الأول أكيد أرياحية كروز في الشوت الثاني أفضل من أرياحيته في الشوت الأول أيضا صار عند الريال خيارات يصعد على اليمين وعا اليسار لما ينضغط عليه بضغط عالي مش بس عن طريق العمق واليسار فصار عنده خيارات أكثر وفعليا اختفى أثر الضغط العالي الخطير اللي كان عم بيعمله إشبيليا في الشوت الأول انقلاب الشوت الثاني شفناه من أول دقيقة يجاي خلينا نكون صالحين لأنه لو نتفكر فيها الريال بيّن رهبة بيّنت رهبة إشبيليا من الريال هذا الفريق فعلا بيهزمك بشخصيته شفنا اللي أكبر من إشبيليا بينهار لما الريالي قرر يعمل هادي ضغط المفاجئ يقضى المفاجئة خلينا نحكيها صعب صعب حدا يوقفهم فيها ثانيا في الشوت الثاني مع دخوله دريجو زي ما شرحت فالبيردي صار بمكان هو أيضا مرتاح فيه صار مفيد فيه حتى بالانطلاقات وصار قادر بنفس الوقت يحمي تونيكروس ومع كل هذا تحسن كثير ضغط ريال مدريدي العالي يتحسن كثير ضغطهم العكسي أول ما يبقوا الكرة ومن هذا الضغط جاءت صناعة الهدف الثاني وشفنا الفريق اللي كان مكبل مقيد ما بيتحرك بدون كرة وكل لعب يستنى الكرة عندما هو واقف في الشوت الأول يتغير وتحرر وصار يتحركوا بدون كرة ولو تروحوا تشوفوا معظم الأفكار في الشوت الثاني هي لعب هاجم مساحة فاضية اجتوا الكرة زي اللي عملها جونيور مع كارفاخال اللي صنعت الهدف الأول وهذه الحركية اللي صارت بدون كرة تحسنة كثير فالريال في الشوت الأول قدم كل شيء في كرة القدم غلط في الشوت الثاني قدم كل شيء صح ولما الريال يلعب صح يعطيك العافية بعرف البعض حيقول لي رجال مدريد أوروبيا غير لكني ما زلت عندي تخوفات من فكرة الفصل الذهني هذا اللي بتصير صارت مع تشيلسي صارت مع برشلونة صارت اليوم في الشوت الأول الفريق بيطلع من المباراة وصارت من مواقف كثير مباراة أخرى في 22 هذا يتخوف أمام الستي ومن أخطر الأشياء من التاوفي الشوت الأول أعتقد عاش ربع ساعة سيئة في الانتظار لأنه هو شعر كأنه المسؤول عن الهدفين لكن ردة فعله بتثبت قوة شخصيته ولاعب لا نقاش في جوته وقدراته أيضا رودريغو اليوم بيقول لأنجلوتي افهم بشان الله أنا أساسي أنا جناح بدافع كويس برجع أدافع معك ما شاء الله عني وبهاجم كويس وبنطلق كويس وبسجل وبصنع وجماعي ومستعد أعمل البدكيان شو لازم أعمل عشان أحس حالي ألعب المباريات من أولها لأنه باختصار مش دائما هتزبط أنزل وتزبط بعض الأحيان فيه فرق لما أنزل ما هتزبط معي ما بقدر أحكي إنه إشبيلي ينهار بدنيا في الشوط الثاني بقدر أحكي ينهار شخصيا الشخصيته هي اللي انهارت أمام ريال مدريد هو حاول نزل تبديلاته لو بتيجي أسرع من أنشنوتي لو لاحظنا كان ينطلع اتنين اتنين ورا بعض لكن ولا شي زابط يعني كأنه الفريق خلص آمن أنه ما في مجال الريال استيقظ خليني أستسلم كان عنده تنظيم رائح في الشوط الأول اتفكك تماما ضغط عالي في الشوط الأول اتفكك تماما سرعته جرعته إجت له كرة كرتين في الشوط الثاني صحيح حاول لكن ما كان قادر يعمل التواصل في هذا الموضوع يعمل كرة ويهدى شوي فيه اهتزاس شخصي صار مع الشبيليا ها ساهم بالخسارة وهذا من قوة الرهبة اللي زرحها ريال مدريد بنفوس الخصوم هذا الموسم إنه ديروا بالكم أنا ما بخسر حتى لو تقدمتوا علي بهدف واثنين باختصار هو لقاء بتقدر تحكي إنه لو راح التعادل حتقول والله شبيلي لعب شوط الأول كويس وريال مدريد لعب شوط الأول ثاني كويس ولو راح تفوز لريال مدريد بتقول مية في المية بستاهل لأنه اللي عمله بالشوط الثاني من إنهاء وجود فريق في ملعبه أمام جماهيرو بهذا الشكل أيضا يستحق ثلاث نقعة والأهم من ذلك كله عند أنشلوتي أنا فوست أنا جبت الدوري بشكل شبه رسمي ضايل أكمل مباراة من مشيهم تمشايا ومنقول مبروك لكارلو أنشلوتي المدرب المعروف اللي ما بيجيب دوريات لكنه في طريقه يكون أول مدرب بالتاريخ بيجيب الدوريات الخمس الكبرى كلها نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك أيضا وتابعوني على سيفي سبورت والسلام عليكم ورحمة الله